موسيقى حالة مزرية وصل اليها مستشفى الشط في مديرية المضاربة احدى اكبر مديريات محافظة لاحج الوضع المتردي الذي طال المستشفى واضح من خلال معداته وسياراته المتوقفة منذ اشهر وبعد ان كان مستشفى الشط الوجهة الاولى لمعظم المواطنين على الرغم من محدودية الخدمات التي يقدمها ونظرا للفقر الذي يعانيه السكان الى انه توقف بعد ان استمر لعقدين من الزمن في الخدمة نحن نتكلم عن واقع المستشفى بشكل عام منذ شهر ثلاثة 2015 والمستشفى مغلق تماما لا يقدم اي خدمة لاي مواطن نظرا للظروف التي تمر به البلاد وايضا بعد ذلك تقاعص المسؤولين عن ديره تقاعص المسؤولين عن ديره فاغلب العمال او الاكثر مفرغين يشكو مدير المستشفى من تقاعص الجهات الرسمية وعدم تجاوبها للعمل على انقاذ المستشفى وتوفير الاحتياجات التي وعدت بتلبيتها قبل تسلمه الادارة تأسس المستشفى نهاية القرن الماضي حيث يتوسط موقعه المديرية وظل يقدم خدمات للمرضى لكن السنوات الاخيرة شهد انهيارا كاملا جراء توقف الدعم وانهيار منظومته الخدمية يرجع اهمال المستشفى الى تفرغ عدد من كواديره الطبية من قبل الجهات المسؤولة في المنطقة حيث اتجه الكثير منهم للعمل في القطاع الطبي الخاص اشتركوا في القناة